هي يعني دي الحتة عدم الترتيب دي حاجة بتتكرر في انترفيوهات كتير وانا بحب انبه على الحاجات اللي بتتكرر كتير في انترفيوهات عشان الناس تفهم ان في حاجات هتلاقيها يعني انت ساعات كتيرة قوي بتلاقي نفسك ايه حاجات بالصدفة او بتوفيه او باخضار او حاجات لقيت نفسك ان انت دخلت في حاجة كانت غير توقعاتك وزي ما بقوله كده ايه البزت فيها بس الفكرة بلا بتفرق انت هتتعامل ازاي انت كنت ممكن تقولي ايه اللي اسوح وإيه اللي حصل وإيه اللي جابني هنا وقعب بقى اندب وما دعملش حاجة خلاص احنا اتخطينا في موقع هنتعامل بقى زي ايه لا ده انا في الموضوع ده اعجبك جدا خلاص اتدبسنا هنتعامل مش هنقعد اولول على اللي فات وزي ما بقوله نبكي على اللبن المسكوب لا احنا لازم نطلع من اللي احنا فيه ده باكتر مكاسب لازم نعدي منه بشكل ايجابي جدا جدا وانا عايز اقوله حالك على حاجة محدش بيحاول وبياخد صفر ابدا اي حد بيحاول ربنا بيكرمه والمهم في الموضوع ده اللي انا حكيتهولك ده بالصدفة هو مش بالصدفة هو انت تعيبت في حتة تانية وربنا بيرضيك بالحتة دي مفيش حد بيجيله حاجة بالصدفة وتبقى هي اصلا بالصدفة هو انت لفيت في مكان تاني او صبرت في مكان تاني او تعبت في مكان تاني الصدفة ناتجة عن التعب اللي انت تعبته هنا علشان بس فيه ناس بتتكر على الصدفة قاعد مستني اما يحصل مع صدفة هي عمرها ما هتحصل معك طول ما انت قاعد انت لازم بتعمل جدا انت لازم تعمل كده. ايبا مزبوط. انت لازم تعمل كده عشان دي يجي. مزبوط. بس بالاخر هتلاقيها ايه ربنا سبحانه وتعالى انا اللي برضو هارزوها. مزبوط. يعني فا ودي بنلاقيها كتير قصة كتير. بس انت لازم تسعى في الخمسين حتة دول عشان يحصل الموضوع التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. انا عايز بس اقول حاجة. في المجال في المجال الملابس انا اعرف تقريبا خمسة وتسعين في المية من اللي بشغل في المجال الملابس. اعرف ناس منهم قليلة الخبرة ما عندهاش رؤية كبيرة. بس هو مجتهد. والله العظيم. اعرف في المجال ده حد بعينه. وعرفني كويس جدا. وعرف كويس جدا. خبرته قليلة. هو عارف كده وانا عارف كده. امكانياته يعني. بس نشيط نشاط ساعة تسعة تلاقيه في شغله. منظم في وقته جدا. وسبحان الله مكمل ومستمر وبيكسب. واعرف حد تاني والله العظيم كان البراند بتاعه كان في فترة من الفترات ترند. والله من فترة من فترات كان ترند. وكان شاب شاطر جدا ومعلم. يعني دماغه يقدر يعملك موديل ايه ده. ايه الجمال ده يعمل. ده ولا مين. بس هو مشكلته انه كان بيحب يقوم النوم العصر. يروح شغله متأخر جدا. وينجز بسرعة عشان يطلع على القافية. اخر اليوم بالليل. ده مش موجود دلوقتي. فبلاش حد يعتمد على بس على خبرته. والله العظيم هو الموضوع اجتهاد في الاول وفي الاخر. اجتهاد ده رقم واحد. ترجمة نانسي قنقر